والصلاة والسلام على رسول الله نريد إبراء الذمة وتخليص الرقبة وأن نكون حيثما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد المالك احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك لا يمكن أن نتاجر بمعاني الشريعة أو أن نفرلت في دين ربنا وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعتقد أن الشريعة موافقة للعقل وللفطرة وأن الخروج عن دين الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتحقق بمصلحة في العاجل أو في الآجل قد نضطر قد مستكرة والمستكرة ينفذ إرادة غيره لا إرادة له وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه ومسألة الاضطرار هذه مسألة قد أستكرها أنا على أكل ميتة حتى ولكن تظل الميتة من جملة المحرمات هذا هو حكمها والاستثناء أن يضطر الإنسان فنقول إن لم يأكل ميتة ولم يجد شيئا مباحا فمات دخل النار لا بد أن يأكل القدر الذي يستدفع به الهلكة عن نفسه فأنا قد أستكره والله ما كنا نعيش في وضع كانوا يطبقون فيه مثلا أحكام وضعية وقوانين طغوطية كفرية بل حتى المادة الثانية كانت معطلة وكان البعض ممن اختاروه أو 12 مليون اختاره هذا الرجل كان يلوح ويقول لن أطبق المادة الثانية لا الآن ولا في المستقبل لن أطبق الشريعة لا اليوم ولا في المستقبل فهب أنه حكم فكان الحال سيكون يعني لو كان هذا هو الذي تم نحن نستبشر الخير طبعا يعني قد نلتفتوا كثيرا للأحداث والتفاصيل ونقول بشر ولا تنفره والواقع بيصدق والله الحمد والمن الأمة لن تضيع الأمة إلى قير المستقبل لدين الله بغلبته وظهوري على الأديان كلها ولتعلمون نبأه بعد حين وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نحن لا نحجر واسعا نقول التأسية والخط السياسي لا ليس بالحكم واللزوم وما يعلم جنود ربك إلا هو المسالك كثيرة ولكن هذا مسلك هذا مسلك وأنتم تعلمون التفاوض قد يتم طالبونك الحيطة مطلوب هذا مطلوب النحطات وإلا فورد قوله سبحانه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا كلمة راعنا كانت في اليهود وكانت قبيحة يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نطق بها المسلم لا يمكن أن يقصد هذا المعنى وعلى الرغم ذلك أمرنا أن لا ننطق بهذه الكلمة ولكن قولوا انظروا واسمعوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا فلابد من حيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع هذا نأمر به أنفسنا ونطالب به الخلق جميعا والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد من أقرب الناس إليه لا بيخدش جناب التوحيد ولا بيخدش جناب التشريع لو قلنا هذا دستور يوضع للأجيال وبالتالي لابد من حيطة في صياغته في كتابته هذا مطلوب لو تم التحذير أنكم بإزاء قوم لهم عقائد لهم مناهج وسنن التدافع ماضية في الخلق ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفستت الأرض وكل إناء بما فيها أنضح ما أنا وأنا أجلس في التأسيسية بجوال من يريد أن يستوعب من وجهة نظر مصلحة الكنيسة ويعود إليها ويسألها هل هذه الكلمة يقبلها أم يرفضها عندنا ناس مثلا شيوعية عندنا ناس لبرالية قد ترفض شرع الله يجل وعلا أنا أعلم ذلك أنا أعلم ذلك وحسبي أن أستوعب الخير كله بجوارنا ناس تتكلم مثلا بالديمقراطية وحكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه حريات حرية المرأة تبرج وخلاعة أو حرية تملك يتم بالربة لا منع عنده لا منع عنده هو أنا عندي موانع شرعية يستورد لنا نظام يوناني يستبدله بدين الله لو سمع كلمة شورية يضيق صدره ما معنى شورة كيف يفهمها الناس هذا وقع وحدث وحدث يعني لا يختصر على الديمقراطية كآلية والآلية تحتاج إلى ضبط وإلف في الإسلام كفاية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنه ما لا يتفرق حتى يرد على الحوض اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فقل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لو صعد إنسان على المنبر يطلب بتطبيق شرع الله أقول له جزاك الله خيرا أصبت لو في درس لو في تأليف كتاب أقول له جزاك الله خيرا وضح المفاهيم كاملة غير منقوصة بل لو وقف الناس في مليونية في التحرير أو أمام المساجد أو استخدموا المواقع أو ارتفعت أصوات الجميع رجال ونساء بتطبيق شرع الله هذا مطلوب بل هذا قد يعطي حتى لأعضاء التأسية قوة ليسوا بمفردهم لو تم توضيح المفاهيم استفتأ تلو استفتأ أثناء حكم السادات وغيره كان الكل بيطالب بتطبيق شرع الله فيه دساتير موجودة الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه وضع دستور نص فيه على أن مصر دولة إسلامية دولة إسلامية فلو قلت لي مصر دولة إسلامية أقول لك أصدت جزاكم الله خيرا الحق مقبول من كل من جاء به والباطن مردود على صاحبي كائنا لم ندعي العصمة لا لو أخطأت أنا فخطأي مردود علي لا بمعنى أنا لا يمكن أن أتخطى قدر علماء الأمة وصالحية جيلا عبر جيل من مالك يقول ما منه إلا ورد ورد عليه وبالتالي فتوضيح المفاهيم ده هذا أمر يتعلق بشر يتعلق بدين بالمصلحة الحقيقة الحريات تصافي قال بالعبودية وإلا فالحريات المتفلتة نقع بيها أسر العبودية البغيضة والمقيطة للشياطين للدنيا ليه الهوى ولذلك قال نبي الله إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان تعس عبد الدينار تعس عبد الدرام فالحريات التي أشدق بها البعض وفين حرية كذا ويريد أن يصادم الشريعة هذه ليست حرية لا هذه عبودية مقيطة لغير الله أنا أريد لك التحرل الحقيقي بأن تكون عبدا لله بأن تنصبق بصبغة الإسلام لو قال ضيعتم مصالح المرأة لا أبدا أنت الذي تضيعه بمخالفتك لدين الله تبارك وتعالى تشريع رب العالمين يحقق المصلحة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة وبالتالي لابد من ثبات والرسوخ في دين الله تبارك وتعالى لا داعي أبدا لا داعي لأن نغير ولا أن نبدل ولا أن نتواطأ مع باطل مثلا أو أن نتمالأ معه فلو تم توضيح المفاهيم من هنا ومن هناك من فلان في القناة الفلاني ولكن لا داعي لا داعي لبعض المزايدات أو كسب المواقف أو بعض المغالطات لا داعي لها وإلا فالإنسان مثلا الدكتور مرسي على سبيل المثال نقول لم يطبق الشريعة أنت لو وضعت مكانها ما هي الشريعة التي ستطبقها ما الذي تستطيعه أكثر من ذلك لا داعي المزايدة لا داعي قل له ما الذي يستطيع تطبيقه وتخلى عنه وإلا فقد لا يكون في استطاعتي ذلك وجرت السنن والسير بمسائل ونفس القضية في التفاوض وهو كان صرح الحديبية صرح الحديبية على سبيل المثال للحص النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال أكتب باسمك اللهم سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعليه أمحو واكتب باسمك اللهم يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فيرفض سهيل بن عمرو ويقول هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله فهي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمحو واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله يرفض سهيل بن عمرو كتابة هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وإلى فلماذا خالفوه وكفروا به النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل مكة في هذا العام لم يدخل بل سيرد من أسلم سيرد من أسلم إلى قومه مرة ثانية وأبو جندل يأتي وأبوه هو الذي يفاوض ويرده النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسائل جعلت عمر بن الخطاب رتوان الله عليه يقول لأبي بكر أوليس على الحق أوليس رسول الله حقا أولسنا على الحق فيقول له أبو بكر إلزم غرزة فإن الله لن يضيعه هذه الكلمة تحتد لوقفات مطولات تصلح لأن تكون منهاجا للحياة إلزم غرزة في العسر واليسر في المنشة والمكرة والصلح الحديبية لم يتعلق بأمور مثلا أن يراه البعض شكلية هذا مصال عليه محمد ابن لا أبدا بل النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد من المسلمين لا يرجعون الكفر لا يرجعون إلى المسلمين مرة ثانية بل ما أتى مسلما سيرجعون إلى أهل بنود كثيرة بنود تحتاج لأن نقف معها هي الأخرى وقفات مطولة نفلق بين المستطاع والممكن والمقدور وبين الذي نعجز عنه ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الواجبات تسقط بالعذل والعجز وعدم الاستطاعة النفلق بين النص وبين العمل بالنص بين الظروف التي تحيط بالنصوص الحدود بتدرق بالشبهات مثلا فنحتر لمعرفة التفاصيل نفرق بين الحكم وبين الفتوى بين النوع وبين المعين أما إطلاق أحكام التكفير على عواهنها كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله فيقال من قال كذا فهو كافر أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه وهذه الحجة يقيم وعالم أو ذو سلطان مطاع ليحيى منحية عن بينا وأهلك منهلك أيضا عن بينا حجة نضرق بها الشبوات وتضرق بها المعاذير يعني نحتاج عمر بن الخطاب لم يقيم الحد حد السارقة عام المجاع في شبه تمنع إقامة الحد فنحتاج ليه شيء من التفقق ونرفع أصواتنا بتطبيق شرع النجاشي رجل لا يظلم عنده أحد كان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذا الثناء رجل لا يظلم عنده أحد أي واجر المسلمون إليه وبالتالي أنا أفرق بين أمثال النجاشي وغيري حتى من الكافر طبعا طبعا فيه تفريق بين هذا وبين ذاك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصل عليه صلاة الغائر ما هي الشريعة التي طبقها كان عاجزا عن معرفة الكثير من الأحكام الشرعية نحتاج لأن نتعرف يعني والله متى استطعنا لا نتقل وسعا في إقامة الحق في الخلق وأنا على المنبر أقول طبق شرع الله والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة مهاجرا ما كانوا يبيتون إلا في سلاحه ففي العسر واليسر والمنشط والمجر حتى في حوال الاضطرار ما هي أنا استقيت هذه الأحكام من الشريعة من الشريعة أحكام الاختيار أحكام الاضطرار وقت الساعة لها حكمها وقت الشدة لها حكمها أنا لن أرجع لغير شريعة لن أرجع لغير الكتاب والسنة يعني عمر بن عبد العزيز لما طالبه ابنه عبد الملك أن يجهز على الفساد لم يستطع كان على رأس المئة لم يستطع ذلك وكان حسبه أن يميت بضعة ويقين كل يوم من سنة تدرج سنة مطلوبة لا أقول سنغير ونبدل في الأحكام الشرعية الخمر تصبح حلال لا ما زالت الخمر حرام ما زالت الخمر حرام ولكن ينظر ما الذي نستطيع شرع الله مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقدت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصنع هذا الصنيع الذي رأاه وهو وسط الصحابة أن القوم حديثه عادل بجاهلية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك لكانت مفسدة لكانت مضرة نحتاج إلى ميزان يزن بين السنة والبدعة والغث والسمن والإيمان والكفر والمصلحة الحقيقية والمضرة والمفسدة التي تقف في مخابل دارك وهذا نحوض فيه لعلماء الأمة المعتمرين للإمام البخاري بواب بابترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول لماذا لم يقتل قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول يستحق القتل بيصنع الدسائس بيؤلب الفتن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أننا في وضع كهذا الوضع اليوم مثلا وصنعنا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه التهم بالتفريط والتقصير في تطبيق الشريع لا أبدا أنت قادر تطبق كل ما تستطيع أنا عاجز معزور لا يكلف الله نفسا إلا وسعى الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا لما نقرأ سورة غافر قوله سبحانه ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به وكأن القوم وكأن نبي الله يوسف بيحكم صلى الله وسلم وعليه لم يضعنه لم يستجيبه لم يأخذه ما قاله نبي الله يوسف صلى الله وسلم وعليه فليس المقدور عليك المعجوز عنه نفرق بين المطالبة كمطالبة وانا لو انا في التأسيسية ما استطعت إلى ذلك سبيلا النص أنا بكل وضوع عبارة منذ اليوم الأول ما أنا من اليوم الأول قلت مثلا لماذا نكتب كلمة مبادئ قلت ذلك والله تخليصا للراقب ولكن وجدت الأعم الأغلب في اللدنة الفرعية يقولون مبادئ غلبت أنا غلبت في المسألة ماذا أصنع أن سحب ممكن حل وقرار أن سحب لو أنا انسحبت وأنت انسحبت وكل الطيبين الصالحين انسحبوا يبقى الأمر مثلا لأهل الكتاب تبقى التأسيسية للليبراليين والشيوعيين وبعد ذلك نقول هذا الدستور دستور شيوعي ودستور ضمر المفاسد ولماذا التكثير الخير والصلاح طاعة لله وتقليل الشر والفساد أيضا طاعة لله وهذا ميزان وضابط وأنا لو اتسع الوقت أنا أقرأ الكثير مما قاله شيخ الإسلام بن تيمية وغيره رحمة الله عليه يقول بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب وكذلك الكفار من بلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتق الله ما استطاع كما فعل الناجى شيء وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزم جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام يقول فهذا مؤمن من أهل الجنة لابد من التفريق ده كلام كثير جدا يعني أستدعي لقاء بإذن الله تعالى مطول نتكلم فيه الوضع قبل التمكين وبعد التمكين يعني هناك شيء من التمكين والله الحمد والمن الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور تلتفع أصواتنا جميعا تطالب بتطبيق شرع الله بإقامة الحق في الخلق بالرجوع لمثل ما كان عليه النبي سعى سلام والصحابة الكرام بتطبيق الكتاب والسنة في شتى نواحي الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأخلاقية ما يتعلق بالحرب أو بالسلم بالمسجد أو بالسوق بحالات الاضطرار أو حالات الاختيار بالحاكم والمحكوم هذا هو الذي أمرنا به لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر الرجد يحز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وأنها فيه عن المنكر اللهم ولي علينا خيارنا واكفلنا شر أسرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعل ولايتنا في من خافك واتخاك وحاذر سختك واتبع رضاك برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نطرح فيه الكثير من المسائل المتعلقة بالتأسيسية أيضا وبتطبيق الشريعة وإلى فالعمل فيها مستمر رغم انسحاب البعض وبإذن الله تعالى أيام قلائل ويصدر الدستور وحسى يقرب الأمة من رضوان ربها خطوة حتى لو اعتبرنا على الطريق مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة فإلى لقاء قادم نستودعكم الله وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته